ترجمة نانسي قنقر نبدأ مع السياسي السابق كانت هزيمة مفاشقة للفريق ضد قسانتينا في تونس نأخذ أكثر تفاصيل على ردود الأفعال في سفيقس قبل أن نبدأ عن الماتش نمشي إلى سفيقس وإن موجود صديقنا وزمينا فاضل بوجني حفاظ أهلا بك مرحبا بك السلام ومرحبا بسد الحضور وجميع المتابعين ما هي الأمور؟ الحمد لله كانت هناك مصادف النادر هذه السابق في ظهر الأمور تشوفوا فيها في كل ما تعجب برشا باك كيف كيفاش باهمو فما غضب كبير البارح شوفنا تنقل كبير برشا من جماهير السياسي السابق البارح لملعب رادس لكن في المقابل نتيجة ما تبعتش وهذا يخلف غضب كبير شوفناه حتى في الملعب بعض من الملعبين حاولوا يمشوا يعتذروا من الجمهور ما قبلوش حتى الاعتذار متاحهم وكان غضب كبير منهم على مستوى لثربية الفريق بالفعل اسلام كان تم غضب كبير من جماهير النادر الرادي السابق والحاجة الجماهير هذه كانت كل عادة جماهير النادر الرادي السابق وشوفنا معناها تقريبا مثل طريق السيارة كانت مدزينة بالعلم السوداء والبيضاء على النادر الرادي السابق في اسلام كان تم معناها برشا التنقل متاء جماهير النادر الرادي السابق في العاصمة أو كارك فوقع كراءد العشرات من الحافظات كانت جماهير الاتصان مُتناقلوا على وسائل النقلة الخاصة متاعهم معناها موقع الدms السلام كان جو كبير ال برشا الجمهور متاعه Ychez قامت بالدورة متاعه وأكثر لكن في المقابل هذية اللاعبين والإطار الفني للنادر عادي السقسي ما كانوش في مستوى تطلعات الجماهير هذية لإضاحات بالغالي والنفيس من أجل أنه النادر عادي السقسي افتتاح المشوارة متاعه في كسكن فيدرالية الأفريقية اللي هي الاختصاص متاعه بانتصار ضد فريقة بسونتينة النادر عادي السقسي مثلا قاد الهزيمة كما شفنا الناس الكل الهزيمة هذية كانت هزيمة فالنتيجة وهزيمة في الهداء شفنا النادر عادي السقسي كان شبح للفريقة للعادة هبولنديا الأفريقية في العادة اسلام وتقريب الملائم معناها المتابعة للنادر عادي السقسي اسلام وكنت أنا وياك أحكينا برشة تقريبا في الموضوع هدايا المتابعة ولامونا برشة وانتقلونا برشة وقتها وبرامو برشة اللي كان وقتها يلوموا فينا هو جيدا ولكلامنا بخصوص اللي حكيناها خاصة أنا وياك معاوية القادة اللي كان معنا وقتها بخصوص النادي السقسي بالفعل خاطر اسلام شوف وقت اللي تبدأ أنت قريب المعناها للنادر هذه السقسي ولا قريب للجمعية ولا قريب للكواليث وعندك معناها نظرة باهية تعرف معناها تحكم على الفريق وتقريب ما عندك حتى مصلحة حتى طرف في النادي مهما كان اسم النادي هدايا تنجم هدايا خليك تشوف معناها الأمور بموضوعية معناها تنجم تشوف أبجيكتيف ما وشوف اللي قاعد يصير تحدث معناها تقريب وقلنا أنه الإطار الفني من النادي الرياضي السقسي من اللي جاء للفريق ما فما حتى معناها طريقة معناها كما أقوله شما تكتيك باش يخدم به معناها ما فماش استراتيجية واضحة في رسم الخطط التكتيكية اللي باش يلعبها من الرياضي السقسي بل أكثر من هكا قام بتحوير العديد من المراكز الملعبية معناها تقريب فما ملعبية عندها نفس هجومي وليت عندها معناها خلاها في مراكز دفاعية ومعناها من الاول السيزان شوفنا أن النادي رأي تسير في معناها العديد من هذا رسومات تكتيكية العب تروا 5 دور العب تروا لزونج العب تروا كلاسيك العب تروا تروا اشترك في بعض الجماهير احاول اعترضوا على الحافلة متاع السياسية شفنا كين وفيديوهات في الخصوص هذا الحادثة هذه ما عنديش عليها معطيات حالية ان اسلام الأمانة من أجل مش نكلمت فاك لكن الغضب هذية الغضب كبير وكبير برشا على البلاعبية وعلى إطار الفني وبكيادة سانتوس المدرب هذية لحد الآن ما قدم حتى إضافة نادي رياضي الساقسي وزادة الغضب الأكبر من هذا هو على المدير رياضي سليم بن عثمان تقريب الانتدابات متاع وشفناها نادي رياضي الساقسي لعب عشرة معناها مقابلات ما سمع حتى إضافة سليم بن عثمان أعتقد فما حتى ملاعبية جاءت أقبل سليم بن عثمان أمس مثلا اللاعب اللي خرج من شو طلول اللاعب روباني باي معناها تقريب استقدموا اللاعب سليم بن عثمان لاعب اللي وسط قوصولي غاية أمس على التشكيل والمقدم حتى إضافة كيف كيف كان معناها التقدم سليم بن عثمان والعدي من اللاعبين الأخرين سليم كما قلت لك الضغط الملاعبية هذوم الأجنبيين خاصة معناها المفروض أنهم هم يقدموا لإضافة أمس مارينة منهم حتى إضافة بيدروسا والمهاجم العلباني بإرادية بعد كل هزيمة فاضلة للسياسيس تتعالى أصوات بإقالة سانتوس وفما منه الموضوع ذلك وإلا مشواث حلومه حدلته لا لا الجماهير من نادي رياضي الساقسي طالبوا بصفة جديا ويقع إقالة الإطار الفني هذا الإطار الفني نورمال مو يعمل معناها ما قلوش ثورة معناها يشهد الفريق تطور معناها يشوف الفريق في الموسم الماضي شنو اللي يصار فيه ويبني عليه إحنا المدرب تجاه هذا معناها تقريب الشيء اللي يصار في الموسم الفارط هدوا وبحب يعود يبني من جديد معناها تقريب أبرز اللاعبية في الموسم الماضي فقط ولا ما كان امتاحهم في التشكيلة خاصة معناها لاعب المتخب الوطني للعواسط يوسف بيشا ولا بركات لحبي ديون العديد من اللاعبين الأخرين اللي كانوا في الموسم الفارط من ركاز الفريق وساهموا في الانتصارات تانهيد ربيب ساقسي لأهلته المسابقة الإفريقية هذية تقريب بالقاون معناها رواحا في أغلى مباريات خارج حتى التشكيلة وخارج حتى يمكن معناها الـ 18 اللاعب المدعوين للمباراة الإسلام قدشت أبرمون أمور مالية حتى التوهير اللي قادة تحيل دون الإقادة متاع لسانتوسا الأمور المالية تقريبا لا النادي راضي الساقسي حاليا إسلام نعرف انه تم معناها تقريب غياب الرئيس النادي ان شاء الله ربي معي يخلص واحله معناها تقريب الأمور تواستان باي إسلام خاصة في الأمور هذه الأمور الحساسة اللي تخص الفريق دونك ننتظروا لأيامات القادمة إن شاء الله يشنوه الناجم يصير في المسألة هذه مشاحة الأمور المالية تم أمور أخرى معناها الناس ما تنجمش تاخذت قرار وحدها إسلام دونك يلزم تم معناها استشارة معناها استشارة القاية معناها خاصة الرئيس ولا نائب الرئيس في الأمور هذه سلام دونك كيما قلت لك هذه الأمور ما يسهل أنك تتخلى على إطار صني خاصة وأنه وجبته على مشروع وهو المشروع بتاعه تقريب لحد الآن فاشل معناها في عشرة مباريات رسمية النادر راضي الساقسي انتصار كوشي في ثلاثة مباريات ضد قرار في القفة وضد اتحاد بن جردان وضد اتحاد طويم معناها النادر راضي الساقسي راتها سبع مباريات في المقابلات الرسمية وهذا رقم هذيل وهذيل جدا إسلام وليقش باسم النادر راضي الساقسي قديش تكلفت لإقالة متاعه تقريبا؟ والله إسلام ما نجمش في التفاصيل المالية ما نجمش معناها نعطيك معلومة صحيحة لكن نتخيله بش يتكلف برشة فلوس اللهم إلا إبارة تقريبا؟ نجمش نعطيك رقم صحيحة إسلام كي ما قلت لك لكن بالنسبة لأمور المالية خاطر المدرب هذين صح على معامين خابلين معناها للتنديد العام ثالث إسلام دونك نتخيل موش بش يبدأ بالسهل إنك تتخلص منه معناها خاطر نعرفه أنه هذو معبهد معناها ومش في تونس البرا ديركت إنت أجأ للفيفا ونعرفه أن الفيفا دي ما تمشي لمصلحة اللعبة ومصلحة المدرب عادي يأخذ تونترام تاعه كامل معناها واضح بطبيعة أسلام عاتك صح شكرا لك فاضلا على كل هذي التفاصيل ما ديتنا بيها بخصوص الوضعية في الـ CSS حاليا تارك خلينا نبدأ معك البارح مستوى تقريبا هزيل جدا للنديس فيقصي في المواجهة متاع أقسانتين صحيح مستوى ناس كل استغربت على المستوى الهزيل سواء كان الفردي ولا الجماعي لللاعبين ما شفناش ناديس فيقصي قبل مسانسة تلعب بالمردود هذا ولا حتى تشوف أنت تلعب في رادس وحسب رأيانا زيرو وكازيون معناتها بعض الفرص وكازيون ما فهماش حتى وكازيون الحاجة الوحيدة هي الجمهور اللي جاء معناتها بعدات غفيرة اللي يتنقل من سفيقصي للتونس البقية كل معناتها عدة نقاط للمراجعة لاعبين زادة لازم يراجعوا رواحهم برشا لاعبين لازم يراجعوا رواحهم حتى على المستوى الفردي الانتدابات زادة نفس الشيء المسانسة السياسية معناتها معروفة بالانتدابات متاحها ديما يكونوا ناجحين واغلب الانتدابات متاحها يكونوا معناتها اه اكور تيرم والونك تيرم معناتها يشروا ويبيعوا اللي اللي قاعدين نشوفوا فيه توكاية لجانب سفر اضافة سفر معناتها اه مردود اه في الملعب اه الحقيقة حتى المدرب يتحمل زادة المسؤولية نقبل كنت دفعت شوية على المدرب لكن الحقيقة يتحمل المسؤولية دونك جاء الوقت اللي باش اخو معناتها يتحمل المسؤوليات ولازم زادة الادارة الادارة الحقيقة توقية بعد المشكلة معناتها متاع الرئيس الناس كل كما قال لك ستاند باي الناس كل واقفة ما 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 نقولوش زيروا قرارات لكن ما نجموش ياخذوا قرارات مهمة اقالة مدرب ولا مثلا تعويذوا الحاجة اللي نجمو عملوه هما انه معززوا الاطار الفني بشادي الهمامي اه لكن شادي الهمامي ما هوش عندوش العسار السحرية ولا مش يغير كل شي دونك حسب ريانا لازم مراجعة في اسرع وقت قبل فوات الاوان لانو ما اذا يماتش ابريتو وقسونتينة فريق بايه مش محترم ما هوش خايب لكن ما مزال معناتها تنجم تربح وتنجم ترجع في خاصة في الماتشوات الكوب دافريق انا حسب ريانا مسألة الايقالة مسألة وقت لاش معناتها لانهم جيشت في الامور المالية مش يشوفوا النايب الرئيس والادارة مش يشوفوا امورهم ونتصور معناتها ماشي الايقال بلي كنت اسمع طوى في فاضل معتها العادي معناها رئيس ربي فرج ربي خلص على وحله هو وربي فرج عليه هو ظهر الحق بطبيعة اذا كانو مظلوم هالم معقول معناها مع تاقف لوماتها جمعية معناها بديسيزيون بالحجم هذا اذا كان رئيس مش موجود هو معناه في المطلق لا لكن في الوضعية الحالية مثل الانديا متاعنا في تونس راولانديا مربوطها باشخاص طوى اذا كما قاعد تشوف انتي في اغلب الانديا وخاصة الاربع الكبار منها تشوف النجم الرياضي السيح لي غيب ما تسيري ذاشرة في الدين كيفاش اثر عليه تشوف اليوم ندي رياضي سفيقسي تشوف في الجهة المعاكسة النادي الافريقي ظهور مستثمر كيفاش ما تشوفوا انه تبادلت الامور معناها هنا تشوفوا انه مستقبل الانديا مرتبط ساع ارتباط وثيق بالامور المادية والامور المادية يجيبها شخص شخص هو يولي بعد مع العلم وانه ندري يسفيقس يخسر زادا رئيس الثاني متاعه رئيس شرفي متاعه منصف خميخة لانه كان الله يرحمه لانه كان زادا يعاون برشة في الامور المادية وحتى كنا نسمعه انه في طرق على امور الاريكلوتماء وكل شيء كان حتى في دار وانا مشيت الدار وكان عامل ملعب معناه يجيب اللاعبين من افريقيا ويجيب كذا ويسكن على كلفته يساهم على كلفته ويجيب على كلفته فهمت معناه يظهر لي فهم برشة امور خليتوا انه ندي رياضي سفيقس يخلط الاريالي بالاساس امور تأسيرية من عجل امور الفنية كان يحكي عليها طارق كنا نسمع فيها زادا فريق ينتصر كان في ثلاثة مقابلات مع في رقم انا اقل منه في ترتيب نلقاه ندي رياضي سفيقسي في المرتبة السابعة بعد تسعة جولات ولا عشر جولات يظهر لي مهوش المكان اللي بش نعطيك رقم البارح ثمانية ما تشويت لعبوا في الكاف السبعة في رقم اللي لعبوا في بلادهم الكل اللي ربحوا كان السياسيس مهاش كنت سوما لعبت في بلادها زادا راول انه السياسيس لعبت في رادس يأثر هذا يأثر لانه عنده لرفلكس متاعه او طرق يارف مانا ما عندهم اللي ريفليكس عندهم من تيران بتاعهم راو تيران موش كان جمهور راو تيران زي ربير حتى اللي ديمونسيون تحت تيران يتبادلوا نوعية العشب كل شي فمتى معنى هو يتدرب مدة شهرين وثلاثة شهرين وثلاثة شهر في ملعب بعد يلعف في ملعب اخر معنى وجمهور القسنطينينا البارح ليتوانو فمز اذا جمهور صرت جواب البيه معنى جذري الاسفاقسي موش فاور يزيل بارح راو ما كان حكيو علة الملعب موش ما عندوش الحقيقة مفاور كبيرة ما مش اول مرة بيليل يا العفر ما مش اول مرة لكن سنوات الكيرة هم موش عرب موش عرب لكن نحكيلك مالها هو خاطر كي كانت تتاكيسيك ما وكي خلل يره وفم الفرق الكل اللي ربحت في ميدانها هو ما يعتبرش في ميدانو حسب رأيانة في بلاده لكن مش في ميدانه فهنا لازم نفرقه ما بين في بلاده وما بين في ميدانه العب الصحيح في بلاده لكن مش في ميدانه باي اللي استفزني ايضا رفقي عطا طريقة الخطاب متاع سانتوس بعض المقابلة والكلام متاعه والتصريحات كأنه فما السبب متاع الأمور المالية خليه كأنه فما هذا تأويل بممكن يمشي اي ويمكن ليه إنه فما نوع من عدم الشعر بمسؤوليك يقول لك أنا ما يعتذرش على الهزيمة يقول لك عمال نماتش كبير يقول لك فكانش فما عادلة يعطينا دي استاتيستيك متاع سددنا 16 وهما سددوا 5 الفايدة بالنتيجة معناه كأنه مستفزة شوية حتى التصريحات متاعه كأنه أسلام أنت في بداية الحديث عن نيدراد السفاقسي قلت هزيمة مفاجئة أنا ما نعتبرهش مفاجئة الحقيقة بالنظر للوضعية متاع نيدراد السفاقسي الفنية نتاجه في البطولة المردود اللي قدم فيه نيدراد السفاقسي هذا الموسم منه الحقيقة حتى قبل المباراة قلت إن شاء الله نيدراد السفاقسي ينجح فيه تحقيق نتيجة إيجابية صحيح تلعب فيه ملعب رادس مع كل جمهور اللي كان حاضر ولي عمل الحقيقة الدوري اللي يجب يقوم به تنقل بألاف من جمهور السياسيس الجمهور اللي أكثر من عشرين اللي جمهور اللي يعرفوا أنه نيدراد السفاقسي قاريا دي ما يمثل كرة القدم التونسيك في منافق أفضل تمثيله لكن نسخة السياسيس الموسم هذه الحقيقة بعيدة كل البعد على نسخة السياسيس اللي محق أربع ألقاب في كاس الكنفدرالية وعليش نتيجة ميش مفاجأة بالنظر قيمة المنافس طارق لأنه فريق قصنطينة قيادة خير الدين ماذوي اللي نعتبره من أفضل المدربين متصدر حاليا بالضبط وكانت له تجربة معالي توار وماذوي اللي نجح في نير الربيط الأبطار مع وفاق ستيف أصغر مدرب يظروي ومبعد جامعين الشعبين يحطم له الرقم القييسي متاعه اللي يفاجأني إذا كان مفاجأتني إش نتيجة السياسيس أتفاجأني تصريح أليكساندر سونتوس يعطي في حصائيات على أساس وأنه النادر ياسفيقسي سيطر على أساس السياسيس عمل مباراة كبيرة عكس كل الملاحظين المتابعين مش حتى الإعلاميين وحتى الفنيين اليوم يقول لك السياسيس ما هوش في أفضل حال النادر ياسفيقسي ما هوش في أفضل صورة سنية فنيا برشة حاجات ناقصة ممكن زيدة ملومش برشة على المدرب لأنه النادر ياسفيقسي في قد جودة متاع لعيبين اليوم النادر ياسفيقسي حتى الملاعب اللي كان يصنع الفارق خارج الحسابات اللي هو بركات الحميدي بشت الناس كل موسم الفارق كان أفضل لعب هذا اللي لاحظتوا من الموسم هذا يوسف بشا كيف كيف النادر ياسفيقسي قطعة مع نجاحات محمد الكوكي تحبوا لا تكره موسم الفارق محمد الكوكي يغير شكل الفريق عالي روح السياسيسي رجع الروح نتائج باية ورجع السياسيس المسابقة القارية اللي بداها البارة صحيح اللي يعني وباز مش تكلف آآ الفريق أنا حسب المعلومات اللي عندي في حدود خمسمائة مليون تقريبا واضح الراجل يحكي مرة قال لك آآ من آآ في بطولة تونس ما تنجمش تسجل هدف مم ومرة يقول لك في بطولة تونس ما تنجمش تحقق كانتسار والبارة تصريحاته غريبة الحق غريبة تصريحات فاجأتني لحقيقة ما ظهروا أنه في وضع ما هو شكل تحت ضغط حتى المدرب البارح واللاعبين داخلين في فترة شك دخل فيهم الشك سواء كان المدرب ولا اللاعبين اللي شفته هنا في المباراة هذا ما ظهر هو من تصريحات صوات تصريحات ولا حتى لأنه النادر هذا اسفاقسي ماليا مطالب وأنه يدفع برشة أموال إذا كان يحب يفرق لكن هو دخل فيه الشك ده يدخل فيه الشك وهو في اللاعبين على خاطر الناس الكل وراء وشوف الضغط متاع الجماهير خاصة غادروا في اسفاقس ما عندكش فكرة لو يوصل حتى معاشي نجم يخرج من الدار معنات لكن لكن أنا اللي شفته البارح أنه المدرب أمم معناتها بدا يفقد في السيطرة معناتها على الفريق وبدأ يلوش في اللي زكو تي اللي علمين واللي علي سار دونك أنا حسب ريانة تصريحات ما ما تليقش بالمدرب في قيمة النادر يا اسفاقسي يلزم يتلهاب الملعب يتلهاب باللاعبين يصلح اللاعبين يحاول يحسن منهم كما قلتك قبل فرديا ولا جامعيا يحاول يشوف التشكيلة الملائمة زادة حتى سليم بن عثمان زادة يتحمل شوي المسؤولي في الانتدابات مسؤولية جامعية نادي اللي هو يموّل الفريق قال أنه نادي رئيس بش يلقى الحلول باش ناجي من تدب مختار اللي قلق البرح أكثر بالنتيجة أنه ما فماش روح في السياسيس معناها الملعبية ويقفيم حتى كانين ما فماش أنا الأعلى اللي حتى الشعر بالمسؤولية ما كانش موجود في الملعبية رغم الهزيمة والخسارة أنا بالنسبة لي أنا أسوأ نسخة للسياسيس رينا السياسيس تبدأ حتى ما عندهاش ولا عندها مشاكل تلقى جوار والاثنين هما اللي معين طوما عشترا شيء أنا بالنسبة للأسام يريد سميوا فيهم هذوما حتى على نيفو الأفريكي هم مجموش يوصلوا للسياسيس يعملوا بهم مش وحدا مش وحدا لا لا أنا بالنسبة لي أغذره خلينا نقول لك أنا توريد برشا كلام يقول لك والله يجوي احتفالية في لوتوروت إيش منا احتفالية هنا استادية في طيب المهيري وأنا عامل 300 كيلومتر بش نشوف جامعيتي يكو ميمي يعطيهم صحة اللي عبد اللي يجاد بالنسبة ليهما تونسس في قسمة إيش غريبة نحكي لك نتقول يا جوي احتفالية ما لازماش تكون فهم احتفالية أنتي جاي مخلي طيب المهيري وجاي لهنا ورينا طيب المهيري لحقيقة لا مريدش أنا استغربت كيفاش مش مروغيب أنا ما نجموش تغربو فيه باقي يبقى من أحسن التيرانات أنا موجودين هنا الثاني أنا استفزني مش تصريح ممرن السياسية استفزني تصريح مضوي يقول كران لعبت بالليكيب الثانية تسعة ملاعبية ناقسين حقيقة هذي اللي يزيد رأو معنا يتصور معنا يكن نزلوا تسعة ملاعبية موجودين معنا حقيقة معنا تصريح وقال حاجة أخرى استغل لنا أن السياسي سنهار بدنيا في الأخرى نحنا كنا حاضرين حكي على الجانب بدني والله يريد زيد التصريح اللي زانتونير الجانب البدني صحيح لأنه بارتير من السبعين دقيقة ثم برشة اللاعبين لا عاشي نجم حتى يعمل باس كونترول لا عاشي نجم يجري الحقيقة لا ذو ما صحح من نحنا في البلاتو يغيذنا حال السياسيس بربي فما سؤال ياخي ما غيذش حال السياسيس سيد نصف السلامي كرا رئيس هو ديجا في بلك عمل أعطاهم ما غادر على روحك اسمعناها انتي لليوم وغدو مفمش كون ياخد دي سي زي وغدية انا وانا سمعت النصر البدوي مختلف اسمعناك قبل رك دفعت على الممرن وانا اراني ما نزمتش الناقشة سمحني كلمك حاشا ندافع على المدمر لكن انتي ما تجيش الممرن في شهر تطلب منه لا 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 الممرن راو الكوكي كي يجي في شهر راو رانا اخ الكوكي عده بمدة كبيرة بشورة سياسية ما فما فارق بين المبرن مدرب تونسي ومدرب اجنب لا لا مش كيف كيف لا مش كيف المدرب تونسي يععب طو تجيب مدرب تونسي للنادي السفاقسي المرحلة هاتي مدرب تونسي مش يبدل لك بارشا حاجات تجيب مدرب اجنبي من السفاقس طو نفس الشي راو ما يتمدل شاي انتي اتاكان حت روحك بلس جورة سياسي اتاكان وعملت سيزان بايا جيت سنة تلقى روحك حتى في الليسة مكش موجود حط روحك انتي مكش تحط ما تنجمش دافع عليه الممرن هاد يخي الممرن هاد وقتين يجي مو بشو حطوله سيديات هاو 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 مع الانترينمون ما فاماش باساسيون ما سارتش باساسيون ما سارتش باساسيون ما سارتش باساسيون كل مدرب ورؤيته كل مدرب وكيفاش يشوف انا راني دافعت عليك بلش انتبعاتها من أسباب الخايبة معناها كدفعت علي انتباعات فى التعريت المرنين يدخلوا لطونس سامحني فى الكلمة ميفهمشوا بالعربي انا هبلا مش ماختري ما يفهمش لو انا يعني او خالص فنياً ما بول مره مختار مأو من اعديواش كده هاك مختار ايه ايه من اعديواش انا بالنسبة لانا ايه ما بول ايه ما بول مش مخياته فانيا الراجل رأيه يحب يعمل صحاري يحب من ديلا يخرج لك حمامه وذا ما يسير الشيء يحط جمعية كما هي كما القيتها ويبني عليها وانا تولوم تعرف عليش وشتنحها كيرا ركريتمون الشيدي الهمامي وكيرا سليم بن عثمان انا بالنسبة لي انا اسليم لازم يتنحك بالممر اللي هو سبب فشل ممرن في اللي ركريتمون اللي جيبهم حتى سليم هو زاد بمسك رابر مدرق سميت وثلاثة طيو اجابهم سليم اي موش تلاثة سالة طبالشان تتابعت في السياسيس اي ثلاثة اللي جيبهم هذا شنو شكونو شنو اللي فهم تيهم انت يجيب لكله انا كنجيبه انا هون السياسيس كنجيب بين حسن اللي جيبهم هو انت ركس على ايه ركس تخلص في فلوس انت مانو الليك يجيب لجوار يد شد بلاسه معاش تحكي عليه انا حسب رايز يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته سليم servant مش لديهك في آنغول في آنغول المغلية يتحمل دعمug لأييان المسؤولية دعمق Zone يتحمل دعمuges رجل مهي هذو كرماغ هو اللي يهز الفريق هو اللي يدز الفريق كما اشدنا به طرح المستير جب معناتها منع فرصة معناتها بتاع الـ 2-1 في الاخر نفس الشي اليوم نفس الشي اللي المفروض هو عنده اكثر إكسبريونس عنده اكثر مع شوات في سقيه وهو كابيتان دي كيب معناتها ينجم هو هو اللي لازم يكون معناتها يدز الفريق وقت اللي يكون الفريق معناتها مش في أحسن في حالته أنا حسب ريان يتحمل هو المسؤولية كاملة في الهدف كيف تشوف حروض السياسيات في البقية المشوى بداية صعبة هذي ما في بلادك كيف تشوف مازال عنده معتها مازالت اللعبة صعبة الأمور هو نظرياً مازالت اللعب نظرياً مازالت أنت بشمشي تلعب معك سنتينا البرك كذب ورغم اللي نعرفه أنه طوال المدة الأخرى لأندي الجزائرية أخذت علينا شوية لسندور كيف تشوف المستير والملعب التونسي يزوز إليميني بفرق جزائرية اليوم نادي الرياضي إسفاقسي يخسر في تونس هني قلت لكم في الكرة كل شيء يقع جائز لكننا نظراً للوضعية التي نشوفها طوال نادي الرياضي إسفاقسي نشوفه أنه ترشح صعيب ولماذا بنا ترشح ولماذا بشي يكون معناها لكن حتى مادياً ترشح نادي الرياضي إسفاقسي يرى بشي يزيده في المصاريف وبشي يزيده في المشاكل بشي يدخله في مشاكل أخرى فانتو تناجم أنت معناها تزهر معك وتتعدى ومبعد اسكوتاو النسخة هذي نادي الرياضي إسفاقسي قادرة بشي تهز الكاس هذي كاس وإذا كان مهازيتاش وما أخذيتش حروف بلاي من ساشرة أول عام الناس لكل أشهدنا بالجدابات اللي صارت واللي فكتيف اللي صارت في السي اس اس ناس كل كنا فرحانين مليا صحيح هذه كأول عام وهو علش الدنيا معنا لازم دي ماذا نعمل عن كونستاا في كل فترة الكونستا يكون فركسونية كل فترة عندها الروح المتاح عندها التوصيف المتاح من الجموش نقوله سأل موسم بها يا ملا بش تكمل موسم كامل بها المشاك الي يمكن كانت فم نقاط إيجابية يمكن المدرب معرفش يتصرف فيهم يمكن غياب رئيس النادي يمكن الأمور المادية يمكن الملعبية مش خالصين ما نعرفوش بالضبط لا لا مش أمور مادية مش أمور مادية أمور مادية مريق للاستقرار من اللي جاءت الهيئة هذه أمور مريق لقبال لا صحيح معاك لكن طوى أمور مريق لحد الآن نحكي لحد الآن مريق لي إن شاء الله هذا كان ترشح لنذي رياضي سفيقسي ما يكونش هذا معناها يكون حاجة حافظ للفريق بشي حسن من مستواه بشي يمشي القدام ويحاول إيران على الكاسدية إذا كان بشي تسبب له في مشاكل أخرى مادية وإدارية وإنه لا يترشح أنا معاه في حاجة إن النسخة هذه حاليا اللي نشوفه فيها ما تبشرك بخير إنك بشي تنشي القدام كي مش تترشح في الأدوار معناتها لانكار والدمي والفينال ما تبشرش بخير إن السياسية معناتها تنجم تنشي ولا تنجم تهزل الكوب دافريق هذه تنسح بخير ما نعم ما تنسح بخير ما نعم ما نعم ما نعم ما نقول إذا كانت عدت فما نعم ما يبنيوش أمال كبيرة على خاطر نسخة ما يشكو يا برشا وإذا كان خرجت روبة ذارة النافعة هذا شنقوله ما إذا كان ندر يسفيسي القاس وعبات بعد ما زالوا له دو دي بلاس مو ما زال بشي يلعب في رادس ومزال فمت إن شاء الله في أثنين كي ما قلنا هو الترشح روي ناجم يترشح حتى الثاني سياسي تنجم ترشح الثاني لكن نحنا نحكيه ديما الهدف شنو وإن الهدف متاع السياسي اللي أنا نراه وإلي نعرف وإنها تهز التيتر هذي لأنها هي فابوريزية وشوف نكلمك حاجة البارحة قسونتينة رأي لعبة ضد التاريخ متاع السفيقس وضد المريول متاع السفيقس لأنه نورمال مو قسونتينة تربح أكثر على اللي عملته خاصة النسفيقس في النسخة متاحة نسخة معناتها أضعف نسخة أنا شفت لحقيق دونك معناتها سياسيس إذا حب يمشي لقدام لازم يصلح من روحه خاصة المدرب وإلا طارق أنت تواقق قريب بربي النسل ومثلا في الشبين في السياسيس فماش عابد هكي منسموش بجوارات هكي يبدوا طالعين ولا في البنين بتاع السياسيس موجودين نحكيه طالعي يصف تخل كذلك عمار بن علي فم موجودين نحكي طالعي موجودين في بوست معين مثلا كاكسيال ولا ريير ولا حاجة على قلب فعمل اللاعب ونتخب لواسط عمار بن علي بشكلين به قادة تحكي عليه الجوارات رأوا بالنسبة للإسفاقس ببنير كبيرة برشا خاصة في الليجين ويخدموا في خدمة كبيرة وديما موجودين لكن المشكلة الانتغرسيون طوى كيم ما نشوفه سواء كان برشا الجوارات كيم ما طوى ناسراوي ولا بشا ولا غير كي وقت اللي ينتجريو يلزم ياخذوا بلايسهم وقتاش ياخذوا بلايسهم هذومة ونجموا نعملوا عليهم وقت اللي تكون عندك جروب باهية وقت اللي يكون عندك وقت اللي يكون عندك اكيب وموجين صغار وكبار مع بعضهم فمت كيفاش مختار باش ينجموا يقطروهم باش ينجموا يدخلوهم في الأجواء معناتها متاع الفريق كيم ما طوي كاي اللي صاير طوي كاي صاير ما فماش دي ليدور معناتها في الناد رياس فيقسي ما فماش دي جوارات كبار اللي باش يقطرو الشبان باش يدخلوهم في المجموعة وياخذوا بلايسهم باي رفقي مشون موضوعنا الثاني البرح ذربة قوية كانت لتراجع رياضي بإصابة ياسين مرياح تأكد إصابته بالربطة المتقاطعة ظهالي خسارة كبيرة للتراجع خاصة انه ما فماش معاوذين في نفس القيمة متع ياسين مرياح الضابط بالمناسبة شاء الله لباس وشاء الله عودة سريعة للميادين يصابة موجعة للتراجع ياسين مرياح قائد التراجع قائد المتخب الوطني التونسي وياسين مرياح مهما تحكي عليه رأيه يغلط صحيح يعمل أخطاء فردية ولكن حسب رأيه عنصر مهم جدا سواء في التراجع أو المتخب الوطني التونسي لأنه عنده خسال تطارق بعض يحكي عليه خسال مش أي مدافع عند ياسين مرياح ساعات الهجمة تبدأ من ياسين مرياح قوة رولونس خمم مليح فكر ثم ياسين مرياح اللي عادة يبدأ هو الهجمة بالنسبة للتراجع إسابة لحقيقة مطالب التراجع وانو يلقى بديل التراجع دي ما يخمم أكثر في كياس ربيط الأبطال الأفريقية يعني في البطول رأيه لحقيقة ناجم شوفنا حتى المدرب جديد كيفاش غير بعض المراكز ارجع بنحميدة المحور الدفاع مشاه حسامة قاع علمين تنجم مع وجود عودة طوغاي اللي أكيد بيش يكون موجود مع جلاسي في فترة قادمة على الأقل مش الأسبوع هذية ممكن الأسبوعين بعده جلاسي طوغاي تراجع المشكلة وانو الحقيقة اللي قلق حتى بوجود مرياح في الفترة الأخيرة كنشوف بنك البودالية ولا مدافع محوري موجود للتعويذ يتقرأ تشكيل ضد بنقردين ضد باتحاد بنقردين ما فهم حتى أكسيال وضد جوليبة ما فهم حتى مدافع محوري اللي هنا التراجع كان عليه وانو يخام في المحور كلامك صحيح لكن المدرب عنده في فكره شكون مش يلعب نتصور في فكره بنحميدة بوشنيبة أولو في خيارات لا نحكي على مدافع محوري اللي في المركات وكانش ما هو خطر عن إصابة وتعرف المشكلة في التراجع شوف شوفنا نسختين في التراجع التراجع بالأجانب والتراجع ما غير الأجانب كي يبدو يلعبوا الأجانب كاملين شوفنا القيمة متاحة من الفنية هو أجنب بواحد زيت تقريبا لعبوا بخمسة ورقة وفي بعض أجنب قيمة في البطولة لعبوا تقريبا شوف لما تحكي على الماتش الأخير خمسة ورقة شوف فهم فرق ما بين ما بين مكوينا وبلايلي وفهم فرق تلعب بالبلايلي برك دونك معنات تراجع ولي وكناها قبل وعودناها تراجع تلعب كان على البلايلي كي حط البلايلي من هنا وتحط ماكوينا من هنا ما عاشتنا جمعا ردريقو معنا طوى نحكي على البديل بتاع مريح لا هذي طوى نقطة مريح ما أنا معك طوى سؤال متروح لأنه تراجع في المركات وهذايا بشي خمم في مدافع والأقرب والأفضل يجب أن يكون مدافع تونسي لأنه مشكلة الأجنب ما تنجمش هل أنه تراجع بشي خمم في المركات وفي مدافع تونسي محوري ولا أنه في السوق التونسية ثم مدافع اللي الخيصال واضح وأنه عنده خبرة لأنه مسابقة قرية ديما الشغل شارغ للتراجع إذا كان ثم مدافع يجب أن يكون الخبرة يجب أن يكون تونسي طوى يدار التراجع المطالب يجد الحلول هم أنه الحلود اللي حكينا عليه اللي بيشو وصل بها المدرب كما حكينا النجم يكون بنحميدة وشفنا حتى تاريخيا في فترة سابقة خلي شمام خلي شمام اللي نعرفه ذهير يسار كم المشوار وفي مدافع محوري ونجح هذه الأسألة اللي أكيد المدة القادمة كافلة بأنه يتم الإجابة عليها وهل أنه نقطة أخرى إسلام راجب اشتعطي فرصة مثلا الحديث على قسايا السميري كمدافع معه وثمه مدافع اسمه عزيز القذاعي زادة اللي يتدرب وثمه إخر تنسى شوية اللي هو غيث الوهابي لعب في فترة ما العب في فترة ما وقعتنا طوى مع الفريق الثاني ولعب حتى الجمع يفت مع اليتوال مع الاسبوار ينجم يكون حل خسال العب في وقتبق في البوست السؤال المطروح هل أنه بش يتم فضل إشكالي لأنه واضح ثم إشكالي مع غيث الوهابي لأنه لسنة الفارتة غيث الوهابي لعب حتى مباريات في ربيط لابتال وفجأة تنسى الموسم هذية خارج الحسابات جملة واحدة هذه اللي الحقيقة ببعض الغموض أول أول هنا برشة تساؤلات خاصة أن صارت مع بني حميدة من اللي كان معاتها خارج القايمة وموش يجدلوا عقده أصبح السياسي في الفريق صارت مع وصيمة بوغرة كالبارة بعد الرجاع لأنه برشة عالي مش مفهومين برشة في السياسة ولكن خلين واضحين وراه فراغ كبير بش يخليه ياسين مرياح تراجي مطالب بيجد الحلول خاصة في موسابقة كيس ربيط لابتال أفريقي بلاي رغم الانتقادات ظهلي انت تعرفوا ياسين مرياح حتما ما معرفكم حتى في المنتخب بش يخليه كيما قال رفقي فراغ كبير في الدفاع متع تراجي خاصة المشحة من ناحية الفنية من ناحية متع قائد فريق وعندوا الإكسبرينيونس في مقابلات الكبيرة هاي بالضبط مرياح هو عنصر مهم يصر في المنتخب الوطن التونسي وفي التراجي رضي تونسي وكيف كيف كما كنت تحكي قايد فريق ولاعب يتسمى قديم في التراجي في احداشنا ملاعب يمتلك شوية واحد اللي ينجم يحركهم ويحفزهم ويكون هو القائد متع الفريق ذا اليوم تراجي بشارقة روحة منقوصة من لاعب الحقيقة رغم الهفوات معناها متع مرياح اللي اللي لعبات لمتع عليه برشا بعض الهفوات مع المتخبل مع تراجي لكن يبقى ركيز من ركيز تراجي رضي تونسي انا حاس براي فم لاعبين تراجي تجيبهم تونسا كم غرام ولا كم ديلان براون من شختار معناها يرجع لتونس مشكون يعرف ولا ديلان براون ولا نجم بشي يلعبون بشي شي ولا طالبي ولا طالبي فمت معناها عند فم راو لاعبين تونسا ترجي معندهش مشكلة معناها خطر في الفلوس يحكي لقوتا معندهش مشكلة إذا كان اللي ياخده في نجم ياخده ويجابت ديجاق بل جوارات كانوا يلعبون بضبطها يجابت ما فمش بطولة ما يفكون شوما سامي ما بطولة والله فمسنا مثلا سكان دول صغير متقلق في الأولمبي البيرجي ولا سأمالك الميلادي اللي هو الترجم اللي تحبب مرجع لك ترجم ما تجيب كان واحد فاسل اثنين فاسل خاصة اغذر خاصة في الدفاع تونسا اليوم تنحال هذه حالة لا ينحل لها لا ينجم تباديل باديل خبرة ربيت لابتر خبرة ربيت لابتر وان شوما كان أكسيال تقوم بسما هناك مهت وكما يتعب باش يكون باديل لان هناك واشيكون صعب أنت خط المكان أشعر برأي من الأحسن أن التارجي تلوج على ناكسيال وبالمناسبة هذه نحن نشيد بالجلسة المديرة للندي الأفريقي غير ذلك اللي كنت تتحدث ها سبقتك كان مواجهة المختار والسؤال لا تقصيد عليها لا تقصيد فاقصت عليها لذلك اللفتة كريمة و يرجعوا منها كما لإدارة التارجي في إصابة معز حسن تفاعلت تفاعل مع الإصابة متاع مريح إن شاء الله نشوفوا التواصل إلى هذا تهنت الفرقة كما بعضهم بالتتويج إن شاء الله باش نحضتهم للصوما و تقول ممارة شرفي إن شاء الله نحلموا ميساش سوف نأخذ من جانب آخر النقط اللي حكاها بيلال نحن شوية نشوفه من جانب السلبي لا ما سلبي لا لا نشوفه من الجانب الآخر اللي حكاوا عليه الجماهين الترجي كهبطة البلاغ على معوز حسن ذكرة حارس المنتخب الوطني التونسي ومش حارس الناد الافريقي وهذا خلى حتى شوية بوليميك على الفيسبوك الافريقي البارح كيف كيف ذكرة ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي وما قلتش انه لاعب الترجي لهنية الجماهين بتاعنا تأول حتى في الحكايات من النوع هذي حتى حاجة باهية نمشيوا بها للجانب السلبي والله يفهم حاجة توم اللي خدمت مع السلبي يعطيب الساحب للدقة ملاحظة لا لا العبادة موش انت في الفيسبوك لا لا انا نقول لك اسلام وما حتى جمهورك يعادي ليلى كامنا هو يدقك في الفوكابيرير ويسلح في النقطة ويراجع في الليها طمع شي ديما يطلع حاجة يقول الجماهير لا بعفلك لا لا ملاحظة نحنا كنا في السفر كنا اللي يضربوا ورا وما فماش طلعنا للواحد طلعنا في صلة مريشتر صحيح صحيح لكن انا اتسوق اغزولي انا ريت نادي الفريقي والتراشي في بعضهم باعتبار اللي صعبات صار وما بعضهم ولا اتمنيت انا خطر اسئلت قالوا لي حتى النجم الرياضي السيحلي ولا نادي الرياضي السفيقسي ما هبتوش المستير اعتقد هبتت انا هذي رو بعيد على الالوان هذي عاب تضرب هذي بشي يدخل بلوك يعمل بونج بشي تضرب معنى عائلية ولا كذير راو تبعد على كل شي نقعد ومسالش خلينا في الاصابات كي ما قال سي بيلال تتوجيات راو صعيب راو كلبوس تحب ولا تكن هو راو البارح بركة معنا تهوين اتأكدت الاصابة متاعهم انا تنتصور انا في الاصابة النادي الفريقي دوبما تخرج الاصابة تهبت مدى ما اسمونا العباد الكل تهبت انا تمنيت لو كان نجم الرياضي السيحلي اذا كما عبادش هبت سياس كيس كيس الان المسير هبتت العباد كل هبتو حاجة الحقيقة النادي الفريقي كما قال سي بيلال رجعوا الكادو ونتمنى لو كان ما عنديش المعلومات انتصورت الي هيئة التراجي طلت على معوزة حسن بعد العملية مانش مريد تصور ياسين مازال ودعطيك المعلومة خلاهم شي يصوروا المعز حسن نعتقد ما حبش هو يخشوا تصوروا ما نعرش عليش مريه هو ما حبش يخشوا تصوروا نحن اخويا ماذا بينا هيكل تخيري هزم عاستاف امتياو ويمشي طلع مازال ما عملش هو نهار غدوة اعتقد غدوة بشكل العملي نهار تجمع نهار تثبت يمشي طلع لي اخويا وان شاء الله ياسين مريح يخليهم يصوروا نشوفوا تصورة دي بجمع رفقي شفت استاتيو من عند طرق الصيحي والله يعجبتني شفتها والله زميننا الاعلامي لحديث برشا والبلاغات نشوفوه معلم اللاعبية في قيمة معز حسن ياسين مريح لكن مثلا لاعب نجم المتلوي احمد اولاد باية صارت له يصابة كيف كيف قوية برشا وما تكلم عليه حتى احد هو الحقيقة صحيح كني لعبية تلوج على السماعة هو شعبوية اكثر اوه انا الحقيقة دي ما حسني يجب يكون موجودة كي تمشي انتي مثلا البطول الاسبانية كي تمشي انتي مثلا البطول الاسبانية انا ما فبتش طرق علش ما كونتش لعب ارتكاز تقطع برشا 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 كيفاش موهاجر نرمر مورك لعب ارتكاز صوتينال حتى ترغب كثرة القامة برشا فكاك متى رأس رفيع ويلو زمي مثلا حتى يمشي مثلا البطول الاسبانية مثلا تصور اسابة ميليتاو تهبت مشكي ما اسابة واحد من خطافي ولا من ريال فالدوليد الحقيقة انا ماما سيحة هي ملاحظة وماذا بينا الناس كل اما دي ما يظهر لي قطيل التحكي على لاعب المتخب الوطني التونسي ما احترامتي للا ملاعبية الكل لانو الهني حتى في البلاغات تركيز كبير وانو لاعب المنتخب مثلا ياسين مريح قائد المنتخب معز حسن اللاعب الحارس المرمى الدولي السابق والحالي الحقيقة مراش وانو فيها سؤنية وانو اندي تتفاعل مع لاعب على حساب لاعب احتراماتي لحقيقة الملاعبية اللي انا حسب رأي مثلا احمد ولاد باه اللي نعتبره ان شاء الله يرجع للنشاط نعتبره قصة ناجحة لانو منفجر الاغتار يلقى روحه رقم صعب في فريق ناجح المتلوي الحقيقة تحية كبيرة الملاعبية ان شاء الله يرجع انتي كانت تذكر في اصابة عاطف الدخيلية هاو مش لاعب منتخب انتذكر وقت حتى تراجيب انا حسب رأيه يراو الشعبية مثلا بوبولاريتي متاع اللاعب اللاعب قد ما عنده شعبية قد ما لاعب عنده شعبية مش احنا نمشيه انتي غدوة كي فنان معروف يعمل حادث بالسيارة لطف عليهم الكل غدوة بشتلقاها في الصحوف الكل كي ما نعرفش انا عبد مواطن بسيط لك سي نرمال الشعبية هي اللي تخلي المداي حكي وعلى العبد المعروف لك تحب ولا تكرس اللاعب احمد ان شاء الله ربي يشفيه لكن مريح معروف عنده شعبية ونشوفو نشوفو كان وقت الاسا بوقت اللي تبدأ فاما مشكلة ولا فضيحة هاو ملاعب يخرج سر شبهم ما نقولوش وقت يتعاقبوا اكثر من الاخرين لانه تصير في الشارع خدوة ملاعب يتطلق الشارع السلاح ذو حدين معنا داك كوردو يتعاطفوا معاك ووقت اللي كذا كذا وفرحولك لكن زادا شوفو لك الناحية الاخرى طرق زادا راه مريح في حالة خرين زادا وقت اللي يغلط ها تركيز عليها اكثر من اللي يغلط لاعب في المسلح اسلام فما حاجة اخرى في مريح ما انا احكيه طارق ورفقي وسبيليل اراه صعيب بش تعاوضوا التراشي خاطر نسينا خاصية في مريح ستنبيتوغ نعم ساجل بهدف وفى الملات من المالات ما انا صعيب بلقيقة مريح بش تعاوض مرؤ خراء التمنيتنى عشال رب يشفيه ويرجع على قريب بي لانسينا سونداج بعد شوية بش نحكي عن اجتماع التجامع مع الناويد اللي قاعد يصير حاليا فيها انسينا سونداج هالتو سيند الدسيزيون بتاع الإلغاء المشاركة تجاوبونا منه ونعم أو لا بعد شوية بش نحكيو فيه الموضوع هادا فاصله بعد راجعين